اخر حاجة بس قبل ما اطلع فاصل وريني الصورة وريني الصورة كابتننا الكبير الكابتن ابراهيم نور الدين اللي مشرفنا ومنورنا وطبعا كمية كوميكس على الفيسبوك عشان الصور لا الصورة اللي فاتت الصورة اللي فاتت اه الصورة دي لا مش دي مش دي ايوة دي يعني مش عايز اقول لحضراتكم ان الصورة دي تحديدا خدت كمية كوميكس على الفيسبوك فيه ناس قالت لك ايه قالت لك ان الكابتن ابراهيم نور الدين رايح يعمل فوتو سيشن في هذه المباراة مع ميسي بس مش مع حد تاني الحقيقة شرف لاي حكم ان هو يحكم او يقوم بتحكيم مباراة طرفها الارجنتين ده اولا شرف لاي حكم وشرف لنا كمصر ان الكابتن ابراهيم نور الدين يكون في مثل هذه المباراة ويكون واقف الواقفة دي قدام واحد مش واحد من اعظم ان لم يكن الاعظم فهو واحد من اعظم تلاتة في تاريخ كرة القدم فبالنسبالنا وبيني وبينك لازم هبصله البصة دي يعني لو انا واقف قدام ميسي لازم هبصله البصة دي صراحة بصة يعني معرف اللي هو ايه بصة اعجاب شديد جدا وهو يستحق وبعدين اعظله برضو كابتن ابراهيم هو بيحب الكابتن ابراهيم نور الدين هو الحاجات دي نفسه يعني هو الموضوع نفسه فالكابتن ابراهيم نور الدين حقيقة وبالمناسبة يعني مفيش مصايب حصلت في المباراة يعني مفيش واحدة تود اللي هي الحركات اللي بتتعامل دي هي كانت مباراة من طرف واحد ولا واحدة وفار طويل ولا حاجة ولا الكلام اللطيف ده يعني المباراة عدت الحمد لله الكلام ده احنا بنقوله بيننا وبين بعض لكن يعني هل كابتن ابراهيم نور الدين مثلا وقف قدام ميسي وزعق له تبريئة اللي بتحصل في مطشاط الاهلي دي لكن هنا بصت بقى الابتسامة واللطافة والزرافة والحاجات الحلوة ويعني إيه اللي هو شيء يعني حاجة حلوة جدا لكن أنا بس حبيت ان انا جيب الصور دي اولا بهني كابتن ابراهيم على هذه المباراة التاريخية بالنسبة له وبالنسبة لمصر الحقيقة ان انت تحكم هذه المباراة التاريخية اعتقد شيء جيد جدا ولكن كابتن كابتن ابراهيم اتمنى ان نرى مثل هذه الامور او مثل هذا التحكيم خلال مباريات الدوري المصري ما تبقاش ارفام مننا والنبي ما تبقاش زعلان من اللعيبة قوي كده وانت بتحكم له يعني كابتن ابراهيم يعني اتمنى في مباراة للنادي الاهلي يعني تحكم بهذا الشكل اللي حضرتك انا اعتقدت فرجت على المباراة النهاردة عشان اشوف كابتن ابراهيم طبعا كام لقطة كده لطاف لكن في النهاية ادى مباراة يده فكابتن ابراهيم بعد اذنك احنا كلنا عايزين نشوف التحكيم المصري بالشكل وبالمستوى اللي حضرتك حكمت بيه هذه المباراة فيعني اتمنى اتمنى ان احنا نشوف ده انا بس حبيت ان انا اعلق على هذه الصورة لانها صورة بصوا بقى حضرتك بص حضرتك يلا انا والله والله العظيم يا كابتن ابراهيم معلش يعني بص بص بقى بص كابتن ابراهيم هنا معلش يا القافي حكمت يعني اه لا عايزين كابتن ريو بيزع يا جماعة هسامرة اه ايوة ايوة ورينة صورة ميسي كده ايوة بص بقى الفرق هو ده الفرق عموما يعني نتمنى كل التوفيق للتحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله كابتن ابراهيم يرجع لنا بعد هذه المباراة التاريخية الارجنتين او الامارات والارجنتين ان تكون بداية انطلاقة جديدة للكابتن ابراهيم ولكل التحكيم المصري